السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا رب صلي على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربى يا رب صلي على النبي وآله ما كوكب في الكون لاقى كوكبا يا رب صلي على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يسربا يا رب صلي على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا يا رب صلي على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرا يا رب صلي على النبي وآله ما صاح داع للأذان وكبرا يا رب صلي على النبي وآله ما شج جرح في سبيلك أو برى بالله عليكم يا متلذذين بذكره صلوا على الحبيب فما أحق وأوجبا صلى وسلم ذو الجلال عليك منا تقربا وتوددا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام وتبلغون المطلبا صلى وسلم ذو الجلال عليك منا تقربا وتوددا أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام مع برنامجكم هذا ديننا واليوم نتحدث عن الحبيب نتحدث عن الشفيع نتحدث عن خاتم النبيين والمرسلين الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعونا نسأل رسول الله ونقول له كما قال له الصحابة فيما يروي ابن أسحاق حدثنا عن نفسك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليك وسلم يا رسول الله ثم يكمل النبي ويحدث الصحابة ويحدث أحبابه عن نفسه فيقول وحملت بأمه ويوم وضعت خرج نور منها أضاء لها قصور الشام إنه الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله ثم يكمل النبي يقول استرضعت في بني سعد بني بكر وكنت أنا وأخ لي خلف بيوتنا مرعى بهما لنا فجاءني رجلان إذ جاءني رجلان معهما قصط من ذهب فيه سلج فأضجعني أي أضجع رسول الله على ظهره وشق بطنه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وأخرج القلب وأخرج من القلب قطعة سوداء ثم يكمل النبي فيقول وغسل القلب في طسط الذهب بالثلج حتى أنقياه فقال أحدهما لصاحبه ذنه بعشرة من أمته قال فوزنني بعشرة من أمتي فوزنتهم قال زنه بمئة فوزنني بمئة فوزنتهم قال زنه بألف قال فوزنني بألف فوزنتهم فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليك وسلم يا رسول الله رواه الحاكم في المستدرك تخيل أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة النبي كان رحمة والله حتى للكافرين إيه وربي النبي يذهب إلى بلاد الطائف قوبل مقابلة سيئة عومل بأسوأ المعاملة رموه بالحجارة جعلوا السفهاء والعبيد والمجانين يقولون عنه الساحر الشاعر الكاهن المجنون رموه بالحجارة حتى أدميت قدماه حتى سال الدم من جسده الشريف إذا برسول الله يستظل بظل شجرة فجاءه ملك الجبال تخيل ملك الجبال يرسله الله إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله وعليك السلام السلام يقرعك السلام ويقول لك يا محمد لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي الجبلين إن شئت يا محمد كسرت الجماجم هشمت العظام قطعت الأبدان جعلت الدماء تسيل إلى الطائف ودماء المشركين تسيل إلى مكة وتسير إليها فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده حتى قال له أحد الصحابة يوما أدعو على المشركين يا رسول الله قال لم أبعث لعانا ولا شتاما إنما بعثت رحمة مهدا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول الله في غزوة أحد شجت رأسه كسرت رباعيته سالت دم على وجهه إذا به يرتطم رأسه أو ترتطم هذه الرأس الشريف بصخرة في الأرض فشجت هذه الرأس وسالت الدماء وإذا بالنبي يضع يده على وجهه ثم ينظر إلى دمائه الشريف على يديه من الذي أسالها قومه المشركون من قومه المشركون هم الذين أسالوا دماء رسول الله وكسروا أسنان رسول الله فإذا به يرفع يديه إلى السماء فقال أبو بكر خشيت أن يدعو على قريش بالهلاك فإذا به يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون إي وربي والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين رسولنا حبيبنا يخرج على الصحابة في يوم من الأيام فوجد أحد الصحابة يقول إن الله خلق الخلق واتخذ من الخلق خليفة فآدم خليفة الله في الأرض فقال آخر وعجبا إن الله خلق الخلق واتخذ من الخلق كليما له فموسى كليم الله في الأرض فقال آخر وعجبا إن الله خلق الخلق واتخذ من الخلق خليلا له فإبراهيم خليل الله في الأرض فقال آخر إن الله خلق الخلق واتخذ من الخلق كلمة له فعيسى كلمة الله في خلقه فخرج النبي عليهم وألقى عليهم السلام وقال لهم سمعت ما قلتم فآدم خليفة الله في الأرض وهو كذلك وموسى كليم الله في الأرض وهو كذلك وإبراهيم خليل الله في الأرض وهو كذلك وعيسى كلمة الله في الأرض وهو كذلك ألا وأنا حبيب الرحمن ولا فخر الله أكبر ألا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة يأتي تحته آدم ومن دونه ولا فخر ألا وأنا أول من يحمل حلق الجنة حلق الجنة ويدخل إليها أنا والفقراء من أمتي ولا فخر ألا وأنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر ألا وأنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليك وسلم يا رسول الله أيها المشاهد الكريم أنت في نعمة فبما رحمة من الله لنت لهم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والله أنت في نعمة نعم أنت لأنك أرسل إليك رسول الله لأنك من خير أمة أخرجت للناس لأنك من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليك وسلم يا رسول الله نبي الله كان رحمة للعالم أجمع يقول ابن عباس رسول الله رسالته ووجوده في الدنيا رحمة للكافر وللمسلم فتعجبوا كيف ذلك قال اسمعوا قول الله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَمْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ تَغْفِرُونَ فالكافر لا يُعذَّف في الدنيا بوجود المصطفى طيب معانا للأستاذ عادل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم أزاكا دكتور عامل الله يسطورك يا أستاذ بعد إذنكم كنا نسأل بس تشأل بس عن الرؤية تحت أمرك تفضل اللي بيحلم أنه هو بيطير على طول دي باي بيطير على نور بيحلم أنه هو بيطير ولي طيب يا أستاذ عادل الحلم هذا أنت بتشوفه قبل الفجر ولا بعده يعني قبل صلاة الفجر وقبل أذان الفجر ولا بعده لا مابل وبعد مش مابلش مابل معين يعني وقت مابلين يعني قبل أو بعد عادي بتصلي كويس واس عادل الحمد لله في الوقت وقت محافظ على أذكار الصباح والمساء وعلى أذكار النوم آه تمام أجيبك إن شاء الله يا سعادل أي سؤال تاني يا حبيبي لا أستاذ واللي بيحلم أنه ننو بتاع على طوص أنه هو إيه ننو بتاع تاني عيد اللي بيحلم أنه سننو بتاع سننو بتاع آه سننو بتاع طيب أجيبك إن شاء الله حاضر يا سعادل يعني يا سعادل إن شاء الله بإذن الله كده تحاول تحافظه على الصلوات في جماعة بخص الفجر من صلى الفجر في جماعة فهو في زمة الله هذا الأمر الأول الأمر الثاني أذكار الصباح والمساء فهذه وقاية إن شاء الله من الجن ومن الشياطين الأمر الثالث عليك بدعاء النو باسمك اللهم وضعت جنبي وبإذنك أرفعه فإن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك اللهم أموت وأحيا عندها إن شاء الله لا ترى إلا كل الخير أسنانك بتجع يعني أنت أطول أهلك عمرا أنت أطول واحد في العيلة ستعيش وسيمد الله لك في عمرك فخيركم من طال عمره وحسن عمله أو حسن عمله كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب تفضلي يا أستاذ مهة السلام عليكم عليكم السلام يا أستاذ مهة بقضل حضرة يا شيء خدواتي أنا يومين دي أقول عندي حالة نفسية بسبب بأنني عرفت زوجي المتزوج علي واحدة أخرى تمام فقوة قال لي أنا هطلقها بس أنا الوقت يعني لو كنت مؤثرة في حاجة فللوقت بقيت كويسة ومش مؤثرة معاه في أي حاجة وبعدين نقطة التانية كان عميتني في التليفون كان بيكلمها في التليفون فهي حابت تكلمني وقالت لي اللي انت التقليل دي كله مش مؤثر معاه في حاجة ان انت تغيرته وكده اه هم حاجة الراق والحب وكده فاني قلت لها انت بحبه وكل حاجة فهي لأ مثل ان انا اتغيرت منش عارفها من ده طيب يا أستاذ مهة عندك أولاد عندك أولاد تمام هو مجسر هو في حقوق أولاده هو مجسر معاكم في المصاريف والنفقة هو لا تمام تمام يعني براعي ربنا فيك براعي ربنا فيها وبقالي يقوم بشكل حاجة بس هو هي قبلها حاجة عادي في حاجة تخذني دي وقل لي يا شيخ انا عمز اه وزاب معاها أولاد منها معاها أولاد منها أستاذ مهة طيب حاضر أجيبك إن شاء الله يعني سبحان الملك المشكلة الكبيرة جدا عند بعض النساء يعني المرأة ربما وقع زوجها في الحرام لا تبالي أما إذا تزوج كأن القيامة قد قامت معين المغير بن شعبة صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صاحب الواحدة عليل إذا مرضت مرض معها وإذا حاضت حاض معها وصاحب السنتين بين جمرتين وصاحب السلاسة يبيت كل ليلة في قرية وصاحب الأربعة عروس ولكن أقول للرجال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذا خفت عدم العدل فعليك بالواحدة طالما أنها تؤدي واجبها وطالما أنها تتق الله فيك وتصون العرض فيك فيك هي إن شاء الله لما أخي الحبيب لأن سعادة البيت ربما تكون في الزوجة الواحدة أما إذا وجدت أن هذه الزوجة مقصرة في حقيقة الشرعي أو مهملة في بيتها أو مهملة في أولادك فلا حرج عليك أن تتزوج إن شاء الله ولكن اتق الله في أولادك واتق الله في العدل بين الزوجات إذا تزوجت بالثانية لأن النبي كما جاء عند الحاكم في المستدرخ يقول إذا تزوج الرجل بامرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وفي رواية أخرى وجنبه مائل أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تصبر يا أختي مها ويريت يا بنتي يعني لا تطلبي من زوجك أن يطلقها ربما عف امرأة في الحلال وهي دنيا نعيشها هتعيش كم سنة ستين سبعين أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين فربما عف هذه المرأة عن الحرام فاتق الله في زوجك واتق الله ولا تطلبي منه أن يطلق هذه المرأة إن شاء الله طيب معانا أمو عبدالله من الجيزة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أم عبدالله بقولك يا شيخ لو سمحت أنا حلمت بأن أنا الأمر الأمر نفسه نازل كده على الأرض وأنا بدخل جوا تمام وشايف تعاقب الليل والنهار حتى عملي يقولي دي آية تعاقب الليل والنهار تمام وكتبه مش عارف أنا خايفة ولا فرحانة ولا طيب تمام أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني أم عبدالله لا شكرا ربنا يستورك أم عبدالله سبحان الله أم عبدالله بتذكرنا بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب إذا بهذه المرأة رأت في منامها أن القمر نزل في حجرها فذهبت إلى أبيها حيي بن أخطب وكان معه أخوه حبر من أحبار اليهود فقالت يا أبي رأيتك أن القمر نزل في حجري كأن القمر نزل في حجري فلطمها على خدها وقالت تريدين أن تتزوجي نبي العرب علم أنها ستتزوج بخير الأنبياء وبخاتم الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم فإنت يا أم عبد الله إن شاء الله سيخرج من أحشائك يعني طفل إن شاء الله يحمل القرآن ويحمل هم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وربما يكون داعية إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين طيب سلام عليكم عن التصال زائدك مع الباش الله يسترك الله يسترك يا حبيبي الله يريك فيك يا غالي يعني حضرتك بدي أستشير حضرتك كده بس لو رقم تلفونك حضرتك بس الخارج طيب هترجع للكنترول إن شاء الله وهم إن شاء الله يعطوك رقم التلفون إن شاء الله إن شاء الله أي سؤال عند حضرتك طيب اتفضل يا حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما حتى والله بالمنافقين ها هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الذي قال مثلنا ومثل المهاجرين من مكة كمثل القائل سم من كلبك يأكلك هو الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل يقصد بنفسه العزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان طقيا ورعا كان يخشى الله وكان محبا لرسول الله وكان مؤمنا فقال يا رسول الله بلغتني مقالة أبي أبويا قال كلاما يغضبني يا رسول الله إن أهضرت دمه فأذن لي أن أقتل أبي ولا تأذن لغيري حتى لا أرى قاتل أبي يمشي أمامي فأقتله فأكون قتلت مسلما بكافر يا أبي يا رسول الله فقال له رسول الله أحسن إلى أبيك يا عبد الله ما هذه الرحمة والله لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل مات رئيس النفاق شيخ المنافقين مات عبد الله بن أبي بن سلول وها هو ابنه يطرق الباب على رسول الله ماذا تريد؟ قال أريد قميصك يا رسول الله لما؟ قال حتى أكفن فيه أبي فخلع النبي قميصه وأعطاه لهذا الرجل ليكفن فيه من أباه ليكفن شيخ النفاق ورئيس المنافقين حتى وضعت الجثة أمام الصحابة ومشى النبي يمشي كالشمس وضحاها وكالقمر إذا تلاها وكالنهار إذا جلاها يريد أن يصلي عليه فقال له الفاروق عمر أتصلي على زعيم المنافقين؟ أتصلي على من قال كذا وكذا وكذا وفعل بنا كذا وكذا وكذا قال يا عمر خيرت فاخترت الله قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم والله يا عمر لو أعلم أني لو زدت على السبعين لغفر الله لهم لزدت على السبعين يا عمر ثم صلى عليه النبي فنزل قول الله تعالى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ معنا أمو عبد الله السلام عليكم يا أمو عبد الله أبو عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أبو عبد الله حبيبي ربنا بيرك لك أنا عندي سؤالين لحضرتك رؤية وسؤال فضل يا حبيبي اللهم صلى على رسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السؤال أخذت من والدتي أم جبل وفاتها مبلغ تمام وبعد ما أخذت المبلغ توفيت بس أنا كنت وقدو الغرض الرد بإن أنا رجعه لها على السلف وبوعدين الأجل انتهى توفيت قبل أن أرجع المبلغ يا أبو عبد الله أم حضرتك كانت عايشة معاك في بيت واحد ولا في مسكن خاص بيها يا حضرتك كانت في مسكن جبل برضو يعتبر مقيمة معايا مش في البيت معاك مش مع الأسرة معايا مقيمة معايا مقيمة مع حضرتك بس لها معاش خاص بيها لا بتاكل معانا وتشرب معانا بس أنا قلت لها يديني المبلغ ده لكي أقدي به الحاجة وعادين أرجعه تاني تمام وطبعا كانت يعني غريب منها وهي غريبة مني جدا وزي ما تقول يعني يعني إقامة البر للأم يعني إن شاء الله بالليل والنهار يعني إن شاء الله طب يا أبو عبد الله آخر سؤال آية تفضل بالنسبة لآخر أم حضرتك أم حضرتك خليك معايا أم حضرتك كان لها مالية خاصة بيها يعني ورساها من أخوالك لا 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 تمام يا حضرتك أدل حضرتك الرؤية قل رأيته خيرا رأيت خيرا إن شاء الله الرؤية الرؤية بعد المكان اللي أنا ساكن فيه مكان فاضي كده في حفرة كده حدود تلاتين متر غويتها جيمت مترين على الأرض اللي جيت فيها حوالي تلاتين نفر يعني تلاتين نفر منتظرين وفيه سندوق كبير جدا السندوق لي فيه من الزهد أو فيه من المال حاجة زي كده يعني عشان هم الثلاثين نفر لما شفوني قال هو وجهه هو وجهه اللي يأخذ السندوق تمام تمام أنت عليك دين لحد غير أمك لا 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 الحمد لله أجيبك إن شاء الله يا أبا عبد الله يعني أخذت مالا من أمي قبل الوفاة وقلت لها ردهولك يا أمي هذا دين عليك يا أبا عبد الله لأنه حق للورثة حق للورثة حق لإخوتك البنات أو الذكور إذا كانوا موجودين وإذا كان أبوك موجود بله فيه نصيب فسدد ما عليك لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الوفاة يعني جنازة فكان إذا أراد النبي أن يصلي عليها فيقول عليه دين فإن قالوا نعم قالوا صلوا على صاحبكم فإن قالوا لا صلوا عليه النبي حتى جئ برجل من الصحابة في يوم من الأيام فقال عليه دين قالوا عليه ديناران يا رسول الله قال صلوا على صاحبكم فقام أبو قتاد بن النعمان وقال أنا ضامن لدينه يا رسول الله أنا ضامن لدينه فصل عليه النبي ثم بعد الدفن قال يا أبا قتادة أسددت دين الرجل قال له لم نفرغ من الدفن بعد يا رسول الله فإذا به يقول عجل يا أبا قتادة عجل حتى أن النبي جاء بعد يومين وقال يا أبا قتادة أسددت دين الرجل قال له نعم سددت دين الرجل قال الآن برد جلده من النار فعجل بسداد الدين أخي الحبيب طيب رأيت ثلاثين رجلا في حفرة ومعهم ذهب يعني أنت عليك دين حاول تسدده واعلم تمام العلم عليك بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال عليك بهذا الدعاء سيسدد الله عنك دينك إن شاء الله من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إطلافها أتلفه الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى رسولنا كان رحيما حتى بالحيوان يا الله الحيوان إيه وربي اسمع بعدما تصلي على النبي ها هو عبد الله بن جعفر يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب معنا التصال سلام عليكم عليكم السلام يا شاهد عليكم السلام يا شاهد أنا ما لكل تمكلم حضرتك الوقت أقول لحضرتك هو جوزي متجوزها جواز عرفي آه طيب جاب عمشك وقال لي جي جواز اسمه جواز متجفة ما هطلعها فاني ساعدتك نوع جواز علي يعني إزاي يعني هصلح أمور إزاي معاه أمي آه حاضر حاضر وقال الجواز بتاعه إيه حلقه محرقه حاضر يا حج مهة حاضر أجيبك إن شاء الله أي سؤال آخر أو استفسار آخر مش عارفين تمام مش عارفين وإن هي متجوزة عرفي تمام 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 كواس إنك وضحت الأمر لإن دي مصيبة كبيرة جدا الزواج العرفي هو الزين المقنن الزواج العرفي هو الزين المقنن يعني أيها البنات أيها النساء أيها الرجال اتق الله عز وجل لأنك موقوف والموقوف مسؤول والسائل لك هو الله ربما ذهب أحد الرجال إلى امرأة وهي تتقاضى معاش أو راتب من الدولة فعشان طبعا لا ينقطع هذا الراتب وهذا المعاش أول حاجة تطلبها قل له لا انتهت تتجوزنا على ورقة يعني زواج عرفي هذا الزواج محرم لا يجوز هذا زين مقنن حتى أولادي كما يجوا لا هيعرف يكتبهم ولا هيورثهم من أبوهم فاتقوا الله في هذا الأمر واعرضوا عنه واعلم تمام العلم أنه كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب معنا التصال إن شاء الله السلام عليكم يعني أخفض صوت التلفزيون شوية عشان تسمعيني كويس حضرتك وعليكم السلام أخفض ركا اتفضلي سمت يا شيخ كان فيه مشكلة بيلي وبناختي تمام هو بابا لي متزوز عنه تمام شقيقة لا من أبوك من أبوك حاضر حاضر أي سؤال تاني آه عندي عندي يعني هذه عارف إذا عارف حلم أو أو يعني رؤية أو مشارك يعني عارف أنت ذا حلم وذا رؤية حاضر أجيبك إن شاء الله وفرق بين الحلم والرؤية حاضر حاضر مشكلة يعني بينها وبين أختها طبعا وأبوه متزوج بمرأتين ولم يعدل بينهما ما يلت شوية ممكن للجديدة يعني زي ما نحن بنا نسميها أقول له اتق الله لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يأتيه البشير أبو النعمان بن بشير فيقول له يا رسول الله اشهد على هذه الورقة قال ما فيها قال نحلت ابني النعمان بستانا ادت حضيقة أريدك أن تكون شاهدا عليها يا رسول الله فقال أعندك أولاد قال عندي غيره فقال أكل أولادك نحلت كل ولد من أولادك أخذ مثل ما أخذ النعمان قال لا يا رسول الله قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم فإني لا أشهد على جور أنا لا أشهد على ظلم سبحان الملك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند صحابي فجاء غلام له صحابي دائب دخل عليه فأخذه فقبله على جبينه ثم أجلسه بجواره فجاءت الجارية ورسول الله ينظر فجاءت الجارية البنت بقى فأجلسها دون أن يقبل جبينها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم في القبل حتى في القبلة طيب معنا التصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام عزف الحضراتك صلى الله يا شيخ فضل يا حبيبي تحت أمر أنا الوقت وردتي توف تمام ورحمة الله عليها وليها مبلغ في البسط تمام طبعا البسطة بتدي لكل واحد حقه الشرع تمام دلوقت الوالد بقول لك لا هي جايبهم منين أنا اللي مدي لها الفلوس دي وعاوز ياخد الفلوس دي الفلوس باسم مين يا حبيبنا نعم الفلوس باسم مين في البسطة باسمها هي باسم الأم اي تمام تمام هل أنا لو انكنحت عن عن إعطاء الفلوس أنا بعقد والدي لا يا حبيبي أبوك له السدس واحد على ستة تمام والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين تمام لأن كل ما تركه الميت باسمه فهو تركه للميت توزع عليه لا 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 يعني استرضيه بكلام طيب إن شاء الله ويا أبي هذا شرع الله يوصيكم الله في أولاديكم للذكر مثل حظ الأنثيين والأمر ذا شرعه الله عز وجل بفوق التنالين بفوق الثمانين مصعب التعامل مع طيب أنا أجيبك إن شاء الله اسم حضرتك إيه مصطفى عبارة حاضر يا حق مصطفى أجيبك إن شاء الله يا حبيبي أجيبه يعني يا حق مصطفى وهذا الكلام لجميع المشاهدين أبي يربو على الثمانين عاما يعني رجل كبر سنه احدود بظهره ابيض شعره يعني سقط حاجباه زارته الأسقام يعني أرضيه بأي حاجة حبيبك النبي يأتيه شاب فيقول يا رسول الله أنا أب لأولاد كثر وعندي مال كثر وإن أبي يريد أن يشتاح مالي أبي طمعا في المال كله فقال له النبي أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك فأنت الصرد أباك كده أقول له بالراحة كده أقول له هذا حكم الله وهذا شرع الله وأنا وما أملك ملك لك يا أبي وإن شاء الله برضاه تدخل الجنة إن شاء الله يعج مصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زال مع سيدنا عبد الله بن جعفر فيقول دخلت بستانا للأنصار النبي دخل بستان لأحد الأنصار فإذا بجمل يأتي من بعيد حتى دنى من رسول الله وعيناه تزرفان بيبكي ودندن للنبي بكلام الصحابة تعجبون ماذا يقول الجمل لرسول الله وهل يفهم النبي لغة الحيوان حتى مسح النبي ذفرا يعني تحت أذنيه كأنه يرتب وعلى قلبه ويسكته حتى مسح له الدموع التي تزرف من عينيه ومسح تحت أذنيه ثم نظر النبي إلى الصحابة وقال من صاحب هذا الجمل فقام شاب من الأنصار وقال أنا يا رسول الله قال اتق الله في هذه الدابة التي ملكك الله فإنها اشتكت إلي أنك تجيعها وتدئبها يعني تحملها ما لا تطيق معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله فضل سلام عليكم فضل يا حبيب الشيخ معك سمير الشربين من كفر الشيخ يا أهلا بكفر الشيخ مرحبا الله يدك الصحة أنا عندي عيلين ومبهدلين لأحلى بهدانهم تمام سنهم كام يا حج سمير جا متجوزين ومخلفين والله يا عم الشيخ جاعدين معاك في سكن واحد ولا بجوارك لأ فيه واحد سكن بره لأ فيه واحد سكن فوق عندي تمام والتاني سكن بره تمام تاني باني بره وساكن انت كنت عامل ايه مع عظوك اجر دكان من عندي وانا رجل كابان وعايز علاج ما عملتش حاجة والله ده بقى متوفى وانا عندي 8 سنين طيب يا حبيبي طيب حاضر حاضر مجسرين معاك في الواجب يعني كان ويشتمني ويشبلي ديني ويقول يا رجل يا حل يا رجل يا متناك طيب خلاص خلاص حشا الله حشا الله احنا على الهواء يعني كان العالم كله يسمع الان حاضر حاضر اجيبك حج سمير حاضر يعني هي رسالة من اب ربما على فطرته ربما يملينا الان ما يسمع من ولده اقول للولد اتق الله فوالله الذي لا اله غيره ولا معبود سواه قالها رب الارض والسماء وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ايها المشاهد الكريم اتق الله في ابيك واتق الله في امك بابان من ابواب الجنة مفتوحان اياك ان يغلق البابان قبل ان يتوب الله عليك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل من بلاد الشام يقطع الجبال والاودية والسهول حتى وقف بين يدي رسول الله معه السيف والقوس والرمح ولبس الدرع فيقول جئتك يا رسول الله اريد الهجرة معك والجهاد في سبيل الله ابتغي وجه الله والدار الاخرة ولكني تركت والدي يبكيان يا رسول الله فقال له رسول الله ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما كم مرة ابكيت اباك وكم مرة ابكيت امك اتق الله في الشيخين الكبيرين معنا اتصالة السلام عليكم يا رسول الله بركاته الاخ سامير الشربيني مازال صلاح فاضل يا حج صلاح السلام عليكم سلام عليكم وانا انا مراسم الترفيه اربع شهور البقاء لله حج صلاح وشفت منام اللي اللي نيمة تعبانة بعملك تقلم تعبانة وبعدين ماشد ده ده في المنام يعني تمام فقلت مش ماشد اللي ما قلتها تاني تمام طيب حاضر 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 يعني حج صلاح هي نصيحة لي ولك وللمشاهدين الكرام عجل بزواجك يعني حاول تتزوج بامرأة اخرى لان وجود المرأة وهي مريضة فانت في حاجة الى من تعولك انت في حاجة الى من تعولك تمام فعجل بالزجة الثانية ان شاء الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان رحيما والله حتى بالطيور الطائر ايه وربي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عبدالله بن جعفر بن ابي طالب يقول كنا في سفر مع رسول الله فجاءت حمره يعني طائر صغير كالعصفور تفرش واقتربت من اذن رسول الله كأنها تشتكي فقام النبي وقال للصحابة من فجع هذه بأولادها ردوا عليها اولادها يعني من اخذ اولادها فقام احد الصحابة وقال انا اخذتهم يا رسول الله قال النبي ردوا عليها اولادها انه رسول الرحمة صلى الله عليك وسلم يا رسول الله والله رسول الله كان رحيما بالكفار من يسبوه الان من يسيئون الى رسول الله الان اقول لهم والله ان رسول الله كان رحيما بالكفار بالمشركين بالاعداء بالمحاربين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي حذيفة ابن اليمان يقول ما منعني ان اشهد بدرا انا وابي الحسيل إلا كنا أنا وأبي الحسين في سفر فأخذونا أي المشركون وقالوا أين تريدان قال نريد المدينة قالوا بل تريدان الجهاد مع محمد أنتم تريدان أن تشتركوا في الجهاد ضدنا مع محمد قلنا نريد المدينة فأخذوا علينا العهد ألا نقاتل مع رسول الله فلما عدنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله حدث كذا وكذا مع المشركين فقال النبي ارجع أي لا تقاتل معي ارجع نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم هكذا طيب معنا التصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فضلي عليكم السلام فضلي أنا في مشاكل مع أهل الجوزي وما تتلمهمش تمام فكل ما جاء صالحهم مثلا نقول خلاص الحياة الرجاء عادي يعني لي مشكلة أنتو ببيت عيلة آه تمام تمام طب سهل أني ندركت مقاطعة ليهم حرم عليه بأننا كلنا نرجع بدحس المشكلة أكبر تمام تمام وشارك مثلا في السلوب تريبي تريالي ما تضروا بهمش ما تتلمهمش يعني فبيتدخلوا في أي حاجة في حياتي تمام تمام فضلوقتي مقاطعة الحناتي دي وجوزها ممكن يعني معلزم فيها حاضر أجيبك إن شاء الله أي سؤال آخر شكرا يعني ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح أنا لو أقربائي أو جيراني هيسببوا لي مشاكل مع زوجي أو مع أولادي ومشاكل كبيرة ربما تصل إلى الطلاق يبنى ليس بيني وبين هؤلاء المتسببون في الطلاق أو في المشاكل إلا السلام السلام عليكم ورحمة الله هذا فقط لما؟ لأن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فعليك دائما وأبدا كل ثلاثة أيام السلام عليكم ورحمة الله لكي لا تقع عليك أو لا يقع عليك ذنب ولا إثم إن شاء الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله كان يرحم كبير السن نعم أنت الآن وأنت تركب في المواصلات في المترو في القطار في أي مواصلة بالله عليك كم مرة وقف بجوارك رجل مسن وأنت شاب قوي ولا تقوم له وتبيسه طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله أم يوسف فضلي يا أم يوسف فضلي يا أم يوسف كنت حلمت إن أنا وبابا ماشيين في شارع كده في محلات من الجنبين بس هو بالليه كان يعني الحلم يعني إن إحنا بالليل بس ننور أو الشارع وقابا قال لي بسي في السماء وقولي سبحان الله فأنا بسي في السماء وقلت سبحان الله يشوف كأن البس في ستنا مارين يعني تمام تمام وشتها ويعني جزء كأنها بتتزم كده معك أولاد غير يوسف إيه؟ معك أولاد غير يوسف يا أم يوسف إيه لا معي لي ويوسف وابنتين سترزقين بغيره إن شاء الله أبشري في أي سؤال تاني؟ لا لا شكرا إن شاء الله سترزقين ببنين غير يوسف إن شاء الله وأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجعلهم زخرا لك في الدنيا والآخرة بإذن الله طيب معنا التصالة السلام عليكم ورحمة الله طيب حاول تتصل بنا مرة أخرى إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجوده في دنيانا رحمة لنا ولغيرنا للمسلمين ولغير المسلمين والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه مثلنا كمثل جزع النخل الآن جزع النخل الذي كان يخطب عليه رسول الله ما انتركه النبي واتخذ منبرا من خشب حتى بكت جزع وكان له أنين حتى سمعه الصحابة وسمعه الحاضرون فإذا برسول الله ينزل من على المنبر ويحتضن الجزء ويقول خيرته بين أن يكون شجرة في الدنيا أو شجرة في الجنة فاختار أن يكون شجرة في الجنة فوالله لو لم أحتضنه لظل يبكي إلى قيام الساعة فمثلنا كمثل هذا الجزء يبكي على فراق النبي لا يسبه لا يلعنه لا يمثل بصور فيها استهزاء لرسول الله اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فاعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله